الأنبار تستضيف مؤتمر برنامج سفراء الشباب الذي رعته رئاسة الوزراء بهدف اختيار وتسمية ثلاثمائة شاب وشابة من مختلف أقضية المحافظة يمثلون الشباب أمام الحكومة والجهات المعنية لخلق آلية واسعة وفعالة للتواصل معهم حضرنا اليوم إلى مقر مجلس محافظة الأنبار لحضور الفعالية الكبيرة لاختيار سفراء الشباب والمبادرة الكبيرة التي أطلقها سيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس محمد الشياء السوداني بصراحة هذه مبادرة كبيرة وعظيمة لكن تحتاج إلى أن يكون هناك جدية بالعمل الهدف من هذا البرنامج توصيل متطلبات الشباب للجهات المعنية واستحصال تسهيلات في جميع الدوائر الحكومية وأهمها مؤسسة الشهداء والجرحى والتعويضات ولهم الأولوية أيضا بالحصول على درجات وظيفية وقطع أراضي في حال الإعلان عنها طلبات لقطع الأراضي للشهداء متوقفة عمالهم أو رواتبهم أو التعويضات كذلك سيكون المشاريع بالأخص للشباب يكون طلب كلش قوي وإن شاء الله سنبلش نأخذ هذه الطلبات للمشاريع كذلك للتعويض أو للشهداء أو للنقل أو للتظلم الموجود الحكومة المحلية في الأنبار تؤكد دعمها وتعاونها مع الشباب وستعمل على توفير متطلباتهم ليكونوا قادة ميدانيين تنمويين يعملون على خدمة الشباب والمجتمع وبث السلوكيات الإيجابية فيه نحن كحكومة محلية دعم كل ما يحتاجونه الشباب ولهذه المبادرات الكريمة والمثمات الشهادون اليوم أكثر مسؤولين محافظة الأنبار هم محاضرين واليوم أيضاً مثل ما أنا أسفت خلال الكلمتنا مع الأخوان الشباب أنه اليوم تنظر إلى أكثر مسؤولين محافظة الأنبار هم من الشباب لأن هناك توجه الشبابي حقيقي وداعم لتوجه الشباب لتقديم كل ما تحتاج المحافظة وأفضل الخدمات اللي يحتاجونها ابناء هذه المحافظة البرنامج يهدف أيضا إلى دعم مشاريع الشباب الصغيرة والكبيرة بمبالغ مالية تبدأ من خمسة ملايين دينار إلى خمسين مليون دينار من أجل تحقيق أهدافهم والاعتماد على أنفسهم من الأنبار دريس يحيى قناة الفلوجة